أدانت دول مجلس التعاون الخليجي العنف في قطع غزة وما يتعرض له السكان الأبرياء الآمنون من عدوان من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلي مشيرة في بيان أمام الأمم المتحدة في نيويورك إلا أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويضرب عرض الحائط بالمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تلزم إسرائيل بصفتها سلطة احتلال بحماية المدنيين وقت الحرب وانتقد البيان عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ أي موقف موحد إذا أما يتعرض له الفلسطينيون في الأراضي المحتلة وعلى وجه التحديد في قطع غزة من عدوان غاشم وتجويع وعقوبات جماعية وقطع لإمدادات المياه والكهرباء ومنع لوصول أبسط متطلبات المعيشة مستهجنا من يصفون عدوان المحتل المغتصب للأرض الفلسطينية بأنه دفاع عن النفس وأعرب البيان عن تأييد مجلس التعاون لما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بأن ما يحدث في قطاع غزة اليوم لم يأتي من فراغ فالشعب الفلسطيني تعرض لاحتلال خانق على مدى 56 عاما مؤكدا ثقة دول المجلس الكاملة في الأمين العام للأمم المتحدة ودعمها لما يقوم به من جهود لترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والدعوة إلى الأمن والاستقرار شكرا